أحوال التقس من قناة النهار سباح الخير مشاهدين درجة حرارة دائما تبقى مرتفع عن المعدل الفصلي خلال ظهيرة اليوم إن شاء الله أكثر تفاصيل عن الوضعية الجوبيلية نبدوها بصورة القمر الاستناعية وضحنا صفاء واستقرار على أغلب ولاية الوطن حركة الرياح ستكون من ضعيفة إلى معتدلة لن تتعدى 30 كم في ساعة للمناطق الشمالية قد تصل إلى 40 كم في الساعة على أقصى الجنوب الجزائري توقعات الوضعية الجوبيلية إن شاء الله خلال ظهيرة اليوم التقس يكون ربيع بامتياز تقس مشمس ومستقر على أغلب المناطق الشمالية وكذلك الولايات الجنوبية إن شاء الله توقعات درجات الحرارة القصوى 26 درجة بقلمة الطرف عنابة جيجل سكيكدا وكذلك الجزائر العاصمة 21 درجة لتبسة 18 درجة بالأغوات 15 درجة رحصلها بالنعامة 24 درجة على وهران وتزي بوزو 25 درجة على تلمسان 22 درجة على الوادي ورقلاء إليسي جانات غردايا وزلفانة أيضا بتندوف 26 درجة على إن صلح وكذلك بأقصى الجنوب الجزائري عن توقعات الوضعية الجوبيلية إن شاء الله خلال ليلة اليوم التقس يكون صافي ومستقر على أغلب المناطق الشمالية وكذلك الولايات الجنوبية أما توقعات درجة الحرارة الدنيا ستقارب تلدرجة بقصنطينا سطيف أم البواقي وبرج بورريج 5 درجة على تبسة 9 درجة على الطارف 8 درجة على عنابة وكذلك تزي بوزو حتى بربويرة ميلا وسعيدة 5 درجات بالنسبة لشلف وغليزان ستقارب الـ 5 درجة 8 درجة على تلمسان 7 درجة على إليزي جانات وكذلك الوادي 8 درجة بغردايا 10 درجة على إنسالح وأدرار ونفس المقياس بـ 8 راست عن تفاصيل حالة البحر سيكون إن شاء الله هادئ إلى قليل الإصدراب الرياح ستتراوح إن شاء الله بين 10 وقت تصل إلى 40 كيلومتر في ساعة للسواحل الغربية مع رؤية متوسطة وعلو الأمواج سيتراوح إن شاء الله بين أقل من المتر إلى المتر على كافة السواحل الوطنية وفي الأخير نختم نشرتنا الجبدة بورقة المعلومات الفلكية لتخص غروب الشمس للجزائر العاصمة وبعض من ولايات الوطن والآن مشاهدين نذهب بكم إلى تونس الشقيقة لتعرف على مدينة سبيتلا إذن هي مدينة تقع في شمال وسط تونس يحتوي الموقع الأثاري لسبيتلا المعروف باسم الأثار الرومانية لسوفيتولا على أفضل معابد المنتدى الرومانية المحفوظة في تونس وربما أحد أفضل المعابد في العالم أشكركم على كرم الإصغاء والمتابعة في أمان الله